وعي لواقعنا الديني هذا الوعي من أين يتشكل ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور من هنا يتشكل وعينا لإدراك واقعنا الديني حين أتحدث عن واقعنا الديني إنني أتحدث عن الحالة الوجدانية التي تهيمن على بواطننا في تشخيص وتحديد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى عبر محمد وآل محمد وبشكل خاص عبر إمام زماننا الذي نخاطبه بشكل واضح في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هذا هو التحديد الصحفي النقي الدين في حقيقته وجدان نظيف هذا الوجدان يرسم لوحة في داخلنا هذه اللوحة تجعلنا نستطعم علاقتنا بالله عبر إمام زماننا عبر وجه الله فهذا هو ديننا ديننا أن نتوجه إلى وجه الله أن نرتبط بعقولنا وقلوبنا وأرواحنا وضمائرنا ووجداننا وأجسادنا أن نرتبط بكل واقعنا الديني وبواقعنا الدنيوي أيضا الواقع الدنيوي لا ينفك ولا ينفصل عن الواقع الديني هذا الوعي مادته الرئيسة كلامهم كلامكم نور من هنا يبدأ وعينا بواقع ديننا وهنا أيضا ينتهي وعينا بواقع ديننا كلامكم نور قطعن الحلقات هذه مجزة مضغوطة مختصرة لذا سأضع بين أيديكم نتفا نورية من عبقات حديثهم صلوات الله عليه الكتاب الذي بين يدي الجزء الثاني من الكاف الشريف لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 444 الحديث الرابع باب الاستدراج بسنده عن حفص بن غياث عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه من هنا نبدأ كي نبحث عن مواضع الصدق في وجداننا من هنا نبدأ كي نتلمس مواطن الخير إن كانت موجودة في هواجسنا كي نستطيع أن ننطلق منها باتجاه فناء إمام زماننا باتجاه دين الله باتجاه طاعة الله محاولين أن نتجنب المعصية بقدر ما نستطيع وأتحدث هنا عن معصية العقول ومعصية القلوب ومعصية النفوس إنها معاصي معاصي الجوانح ومعاصي الجوارح ومعاصي الجوارح هي التي تقودنا إلى معاصي الجوانح وكذا معاصي الجوانح هي التي تدفعنا وتلجئنا إلى معاصي الجوارح تلك هي مشكلتنا المستديمة أعود إلى كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه المغرور هو المخدوع حينما تتوالى نعم الله علينا أكانت نعماً مادية أم كانت نعماً معنوية أكانت فسحة في العافية والسلامة والراحة والمتعة في الحياة أم كانت فسحة بسبب مقام أو وجاهة اجتماعية أن يكون لنا من احترام بين الناس ومن قدرة على تحقيق مآربنا في الحياة من خلال العلاقات المهمة على المستوى الديني على المستوى الاجتماعي على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي فحينما تتوالى النعم علينا توالي النعم لا أقول في بعض الأحيان ربما في كل الأحيان وموفق هذا الذي يكون مخدوعاً في كثير من الأحيان حينما تتوالى النعم المادية والنعم المعنوية على الإنسان فإن الإنسان سيعيش في أمان كاذب في أمان من الشيطان في أمان من نفسه في أمان من الناس وفي أمن من مكر الله الأمن من مكر الله كبيرة من الكبائر لكن القضية لا تقف عند هذا الحد خطورة هذا الموضوع إذا ما ابتدى لن تكون هناك نهاية لهذه الخطورة حينما نأمن مكر الله إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين في الخير ولا يوجد إلا من عندك هذه الحقيقة التي يحدثنا عنها دعاء أبي حمزة الثمالي والذي يقرأ في مثل هذه الليالي والأيام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير من أين لي الخير هل هناك من مصدر للخير ولا يوجد إلا من عندك ما عندي من خير فقد جاءني من أبوابك المفتحة من بابك الذي فردت علي أن لا أدخل إليك إلا منه أين باب الله الذي منه يؤتى أين سبب المتصل بين الأرض والسماء كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه الشيطان يخدعنا ونحن نخدع أنفسنا صاحب الزمان لا يخدعنا نحن الذين نذهب بأرجلنا إلى كمين الخدع نحن الذين نسمح لإبليس وأعوانه أن يخدعونا وأن يضحك علينا وأن يجعلونا حميرا عندهم إن كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن نحن الذين نسمح لهؤلاء أن يستحمرونا إن كانوا من مراجع الدين أو كانوا من رجال الإعلام أو كانوا من المسؤولين السياسيين أو كانوا من زعامات المجتمع والتجار وغير هؤلاء نحن الذين نسمح لهم أن يركبوا على ظهورنا وأن نكون حميرا لهم كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه إنك مخدوح إنك مخدوح هذه النعم التي تترى عليك لا لخصوصية فيك لا لعلو شأنك أنت جزء من منظومة كبيرة فهذا الشخص ضمن قوانين حكمة الأرزاق أكانت الأرزاق مادية أم معنوية فهذا الشخص يغدق عليه وذلك الشخص يضيق عليه النعم حجة علينا أكانت مادية أم كانت معنوية الراحة حجة علينا العافية والسلامة حجة علينا السفر حجة علينا وما نرى في السفر والحضر حجة علينا السكن الطعام النوم الهانئ حجة علينا كل هذا حجة علينا كم من مغرور بما قد أنعم الله علي وكم من مستدرج بستر الله علي المستدرج هو هذا الذي يقع في الخطأ بعد الخطأ ولا يرى مشكلة حوله إنك مستدرج في أية لحظة يمكن أن تسلط الأضواء عليك وتفضح مثال مر ذكره علينا في الحلقات الماضية وأنا أتحدث عن الخطابيين اللعناء هنا في لندن وحتى في غير لندن لكنني ذكرت مثالا عن بعض النساء وعن بعض البنات من غير الخطابيين تورطنا في برامج فسادهم وقذارتهم وقد حذرت هؤلاء النسوة من أن الأمر لا يدوم مستورا ابتعدنا وابحثنا عن مواضع للفساد في جهات أخرى بعيدا عن هذه الخنازير الممطورة وكم من مستدرج بستر الله عليه شيئا فشيئا يستدرج العاصي في لحظة ما يفضح وكم من مفتون بثناء الناس عليه فعينما يثني الناس على شخص يفرح ذلك الشخص ويخدع نفسه من أنه فعلا هو في مقام الرضا هو شخص مرضي عن فعلا مهزلة هذه الناس يقبلون عليك اليوم ويعرضون عنك غدا مجنون هذا الذي يثق بالناس مجنون وحق الحسين أني تعلمت في مدرستين تعلمت في مدرسة الحياة وتعلمت في مدرسة كلامكم نور تعلمت في هاتين المدرستين من أن الذي ينظم حياته وفقا لما يقوله الناس ما هو بعاقل ولا هو بحكيم لو كانت في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها حصات هل يضر كذلك فإنك حينما تذهب إلى سوق اللؤلؤ يعرفها المختصون باللؤلؤ وسيقيمونها على أنها لؤلؤة فماذا يضيرك من قولهم أنها حصات فليهذبوا بقولهم إلى الجحيم لأنهم إما أن يكون حميرا لا يميزون بين اللؤلؤ والحصى وإما أن يكون كذابين سفلة يريدون أن يخدعوك وأن يضحك عليك أو أنهم يحسدونك على هذه اللؤلؤة فيريدونك أن تفرط فيها فإذا كانت في يدك لؤلؤة وقالوا عنها حصات لا يضيرك هذا وإذا كان في يدك حصات وقالوا عنها لؤلؤة لا ينفعك هذا فإذا ما ذهبت إلى سوق اللؤلؤ سيطردونك سيضحكون عليك يقولون لك إنك مجنون أي لؤلؤة هذه هذه حصات من حص الأرض وَكَمْ مِنْ مَفْتُونٍ بِثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْهِ الَّذِينَ مَدَحُونَا بِصِدْقٍ لا أتحدث عن نفسي وإنما أتحدث عن الإنسان الذين مدحونا بصدق يذهبون والذين مدحونا بكذب لمصلحة عندهم يذهبون والذين ذنمونا بصدق وكنا نستحق الذنب يذهبون والذين ذنمونا بكذب حسدا بغضا لأي سبب من الأسباب يذهبون ونحن نذهب أيضا ولا تبقى إلا الحقيقة والحقيقة تبقى لا عندي ولا عندكم ولا عند المادحين بصدق أو عند المادحين بكذب ولا عند الذنمين بصدق ولا عند الذنمين بكذب تبقى الحقيقة فقط عند قائم أهل محمد عند إمام زماننا عند وجه الله الذي إليه نتوجه الحقيقة هناك وهو الذي سيميز من الذي مدح صادقا ومن الذي مدح كاذبا وهل نستحق المديحة أو لا نستحق المديح من الذي ذنم صادقا ومن الذي ذنم كاذبا وهل نستحق الذنم أو لا الأمر لا بأيدينا ولا بأيدي هؤلاء عجلة الحياة تتحرك والأيام تنتهي باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأودعوا حفران يا بأس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأسرة أين الأسرة والتيجان والحلل فأفصح القبر عنهم حين ساء لهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل هذه هي الحقيقة التي أمامنا أمامنا نحن وأمام الجميع أمام الذين يؤمنون بالإسلام أكانوا سنة أم كانوا شيعا أمام الذين هم على دين اليهودي أو على دين النصارى أو على دين المجوسي أو على البوذية أو على سائر الأديان الأخرى الذين لا يدينون بدين الجميع الجميع باتجاه هذه النهاية وكم من مفتون بثناء الناس عليه وماذا ينفعنا ثناء الناس وماذا يضيرنا ذمهم وقطحهم صدقوني أنا أنقل لكم تجربة تتجاوز الأربعين سنة مدحوني صدقا وكذبان ونسبوا إلي ما هو ليس عندي على سبيل المدح وذموني صدقا وكذبان ونسبوا إلي ما هو ليس عندي أيضا ولكنني في النهاية لن تفعت من هذا ولا أصابني ضرر من هذا ما قدره لي إمام زماني هو الذي جرى عليه هذه الحقيقة أعيش معها وأتلمسها طيلة العقود التي مرت في حياتي وإلى هذه اللحظة هذه تجربة إنسان تجربة شيعي أنا هنا لا أباهي أحدا بها فما هي بشيء يباهى به وإنما جئت بها مثالا وكم من مفتون بثناء الناس عليه هذه الكلمات الذهبية بحاجة إلى بسط في القول لكن الوقت لا يكفي وأنا أريد أن أضع بين أيديكم مجموعة من هذه اللآلة هكذا يقول صادق العترة صلوات الله عليه كم من مغرور كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه يا أيها الذين تعيشون الراحة والأمانة والعافية تدبروا تدبروا في حالكم وأحذروا في لحظة معينة قد تواجهون النهاية من دون استعداد استعدوا 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 وأفضل شيء تستعدون به خدمة إمام زمانكم صدقوني لن تجد شيئا في الحياة سيكون مضمونا بعد موتكم وسيكون ضمانا لكم بعد موتكم لن تجدوا شيئا كهذا الذي أحدثكم عنه إنني أحدثكم عن خدمة إمام زمانكم عن خدمة الحجة بن الحسن كم من مغرور بما قد أنعم الله عليه وكم من مستدرج بستر الله عليه في لحظة ما سينكشف الغطاء وكم من مفتون بثناء الناس عليه نذهب إلى فاصل